مفاجآت من العيار الثقيل كشفها الفلكي اللبناني المعروف الذي نادراً ما يخطئ في توقعاته التي يدلي بها من وقت إلى آخر وهو ما جعل توقعاته الحديثة محل اهتمام الكثيرين وانتباههم خصوصاً ما قاله عن الدول العربية المجاورة لإسرائيل فماذا قال؟ حالة من الغموض والقلق تعيشها شعوب المنطقة على وقع الأحداث الكبيرة والأزمات المتلاحقة والحرب المشتعلة منذ أكثر من عام والتي بدأت تنتقل تدريجياً إلى سائر أرجاء المنطقة وبسبب ذلك بدأ الكثيرون يتجهون صوب العرفين وخبراء الفلك للوقوف على لمحات مما يحمله المستقبل من أحداث وهنا يأتي خبير الفلك اللبناني ميشال حايك باعتباره أحد أهم خبراء الفلك في المنطقة ميشال حايك تحدث عن الأوضاع في جنوب لبنان والتي تشهد معارك عنيفة وقوية منذ نحو شهر بين الجيش الإسرائيلي وقوات حزب الله اللبناني التي نجحت في التصدي للهجوم البري الإسرائيلي بشكل واسع حايك قال إن أرض جنوب لبنان هي أرض الحرب حالياً لكنها ستنبض بالحياة في الفترة القادمة وسيتوافد عليها المغتربون والسياح والزوار بالآلاف للاستمتاع بجمالها بل حث كثيراً من اللبنانيين على الذهاب وشراء أراض فيها لأنها ستكون أغلى منطقة في لبنان وقال حايك إنه ستكون هناك مواجهات أخرى بين إسرائيل ودول عربية أخرى مجاورة لها وسنشهد أحداثاً كبيرة بين إسرائيل مع بعض دول الجوار دون أن يحدد اسم تلك الدول ولا طبيعة الأحداث وقال حايك إن الأمير محمد بن سلمان سيجذب الأضواء إليه مرة أخرى من خلال الأمر الهام الذي سيجمعه ببابا الفاتيكان البابا فرانسيس وقال إن رئيس النظام السوري بشار الأسد ستتاح له عودة كبيرة إلى الأضواء وسيعود الاهتمام الإعلامي العالمي لينصب حوله دون أن يذكر السبب في ذلك أيضاً وأكد ميشيل حايك أن لبنان سيكون أعجوبة كبيرة فعلى الرغم من الاغتيالات والانهيار الذي يعيشه إلا أنه سيعود من جديد ليحقق طفرة اقتصادية وصحية وتعليمية كبيرة للغاية وأشار إلى أنه سيكون هناك رئيس للبنان من خارج الأسماء المطروحة حالياً على الطاولة وأن حزب الله وأمينه العام السابق حسن نصر الله لن يكونهم سبب الأزمة وإنما سبب حل الأزمة وقال إن الخراب الذي يحل بالمنطقة ولبنان سيتحول إلى تنمية وازدهار وسيتم إصلاح ما أفسدته إسرائيل رغم النيات المبيتة من نيتانياهو تجاه المنطقة وسبق لحايك أن توقع حصول تغييرات في حزب الله حيث قال إننا سنسمع أخباراً هامة عن الصف الأول والثاني للحزب وهو ما تحقق بعد ذلك فعلاً مع رحيل أغلب تلك القيادات على رأسهم نصر الله فمن هي الدول العربية التي تتوقع أن تحدث مواجهات بينها وبين إسرائيل؟